ده بالنسبة للفقر لكن عندنا النهاردة كمان اخبار مختلفة زيارة للملف الدائم تحركات عربية مهمة على صعيد ايضا اختراحات مختلفة لانهاء الحرب في قطاع غزة وعندنا النهاردة مجموعة كمان من الاخبار الفنية المختلفة لان في مجموعة من اللقطات كمان تعامل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لطيف جدا 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 ولقطات لمبداعين مصريين وعرب شرفونا في الخارج بمواقفهم وابداحهم الفني وموقفهم الانساني منهم عازف العود المصري جوزف تودرس وايضا اومل القرمزاوي وهي اول مايسترو عربية تقود حفل اساطير الطرف في باريس فالنهاردة ان شاء الله يكون معنا لقاءات عبر تطبيق زوم معاهم ونحتفي بهم وباداءهم المشرف فنيا وانسانيا لكن خلونا كمان نبدأ مع حضراتكم بالتحركات العربية والنهاردة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل ملك المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله التاني وكمان استحب الرئيس الضيف الكريم بعد استقباله في المطار لقصر الاتحادية كمان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان المستشار احمد فهمي قال بان الزعيمين عقداء مباحثات رحب خلالها الرئيس باخيه العاهل الاردني في وطنه الثاني مصر حيث تم الاعراب عن الارتياح لوطيرة التنسيق والتشاور ما بين البلدين والتعكس الاهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين وايضا من خلال الاجتماع ساهم الزعيمين في بحث كل ما يتعلق بسبل تطوير العلاقات وفتح افاق التعاون وبالتأكيد طبعا ملفات الاقليمية المختلفة كانت حاضرة بقوة خلال اللقاء وكمان اكد الزعيمين على رفضهم يمكن للمرة العشرين او التلاتين لفكرة التهجير الفلسطينيين سواء الى سيناء او تهجيرهم من الضفة الغربية الى الاردن وايضا ادانوا استمرار الالة العسكرية الوحشية الاسرائيلية وايضا ما تسببت فيه القوات الاحتلال الغاشمة من تدمير للبنية التحتية في قطاع غزة ومواصلة استهداف المدنيين واحنا كسرنا الحقيقة حاجز واحد وعشرين الف شهيد ودخلنا على ستين الف جريح وتدمير تقريبا ما يصبه من تمانين في المية من قطاع غزة في بنيته الصحية والتعليمية وايضا بيوت المدنيين اكتر من مليون وثانمائة الف نازح في المنطقة الجنوبية وفي منطقة رفح تحدث عن تشريط تلتمية وعشرين الف اسرة التدمير ما يقرب من سبعين في المية من بيوت القطاع الحقيقة ازمة انسانية كبيرة ومخجلة بالاسد بنينهي بيها هذا العام لكن بيظل رفض العربي الصريح والواضح لاي مسألة تدعو الى تهجير الفلسطينيين